يبدو ان المحامي الذي يغير وقاع القضايا يفتخذ الى الضمير انتم تفتقدون الى الضمائر لا طبعا مهنة المحامة اعظم واجل من ان يتهمها الوستاذ شريف في موضع الهجوم على المحامين بغير علم وستاذ شريف جاي النهاردة بغير علم بغير وقائع بغير مستندات يرمي المحامين بالباطل وانا اسف في اللفظ عن جهل تام حتى بما يحدث في المحاك اي صحافة استقصائية التي تدعيها وانت لا تدري ماذا يحدث في المحاكم بين المحامين انت جاي تقول لي المحامي اللي طلع برضو في المخدرات تاني وثالث ورابع هقولك ده خطأ اللي اخطأ في الاجراءات القرنية